تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق غير مشروط لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين واعتمد قرار مجلس الأمن بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي روسيا في خطوة جديدة على مصاري حل الأزمة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يدعو أساساً لوقف إطلاق نار مستدام في القطاع مع تبادل المحتجزين الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين وذلك على ثلاث مراحل وصولاً لمرحلة إعادة إعمار القطاع ويفترض القرار أساساً قبول إسرائيل للخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو كما يطلب من حركة حماس الموافقة عليها وفي حين أعلنت حماس ترحيبها بما تضمنه القرار فإن مندوبة إسرائيل داخل الجلسة أعلنت أن حكومتها ستستمر في الحرب حتى إعادة جميع المحتجزين وتفكيك قدرات حماس العسكرية محملة كعادتها حماس المسئولية عن الحرب وصوت لصالح القرار الذي عدلته واشنطن مرتين 14 عضواً فيما امتنعت روسيا عن التصويت وتضمن المقترح ثلاث مراحل تشمل الأولى منها الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح وتبادل المحتجزين والأسرى بجانب انسحاب قوات الاحتلال من المناطق المأهولة بالسكان في غزة وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم في جميع مناطق القطاع فضلاً عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة المرحلة الثانية من المقترح تشمل وقفاً دائماً للحرب مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من القطاع فيما تشمل المرحلة الثالثة خطة لإعادة أعمار قطاع غزة ويشدد القرار على التزام مجلس الأمن بحل الدولتين ويؤكد أن قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يتحدى تحت قيادة السلطة الفلسطينية